عشان تقدر تعمل تنمية وتساعد الناس لازم تبقى بتشتغل على عدد البني أدمين الموجودين في البلد يعني أنا عندي في بيتي مثلا أربعة أولاد فأنا بقسم الفلوس بتاعتي على الأربعة ده المعروف في أي مكان في العالم بس لو أنا كل يوم بيطلع لي طفل جديد أو بيزد لي مولود جديد أو بيجي حد جديد في البيت أكيد الحصة بتاعت كل فرد من الأربعة أولاد حتقل تخيلوا حضرتكو إحنا في مصر في 275 يوم زدنا مليون 275 يوم يعني 9 شهور تقريبا مصر تعداد سكانها زاد مليون نسمة واحد وجنبه 6 صفار زيادة ضخمة جدا جدا يعني الناس بتقول والعيشة والدنيا والفلوس بس لسه برضو يعني مليون واحد في 9 شهور ده اللي أعلنوا الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء احنا كنا في أكتوبر السنة اللي فاتت أكتوبر 2020 كنا 101 مليون نسمة النهاردة في شهر سبعة 2021 بعد 9 شهور يعني 275 يوم بقينا مليون زيادة بقينا 102 مليون مواطن مصري في الداخل اللي عايشين جوه الأراضي المصرية زي ما حضرتكم شايفين 102 مليون تقريبا محافظة القاهرة فيها 10 مليون وكسور محافظة الجهزة فيها 9 مليون وكسور الشرقية فيها 7 مليون توصل لـ 8 مليون 7 مليون 750 ألف شمال سينة قرب النص مليون نسمة فمش عارف إحنا يعني الدولة من زمين بتتكلم على تنظيم الأسرة المصرية بس مهما الدولة تكلمت وقالت نظاموا أسرتكو يا جماعة وعلى قد الحياة فكمد رجليك لو الناس ما وعيتش أنا مش عايزة أخش بقى في حسبة الأرقام وكام واحد تجوز وده لو حسبناها حنلاقي إن واحد بس واحد وست تجوز وخليفه واحد وعدد الأزواج وعدد الأطفال كل الكلام ده متاح وكل الناس لها حق إن هي يبقى عندها امتداد وتخلف وما الحياة الدنيا يعني كل التفاصيل دي المال والبنون زينة الحياة الدنيا بكل تأكيد بس أنا مش هتكلم إن إحنا نخلي بالنا عشان خطر الدولة إحنا نخلي بالنا عشان خطرنا إحنا كل واحد عارف قدرته المادية إيه وقدرته النفسية إيه يعني إنت تقدر تسند ولادك إزاي تعلم ولادك إزاي تحطهم في مستوى اجتماعي إزاي تأكلهم وتشربهم إيه لو زودنا مش هنعرف أن ربي لولاد تربية كويس بعيدا عن الدولة مش هكلمك بقى فرص العمل ولا الفلوس ولا المرتبات خلي ده كله على جب إنت مرتبك كام هتقدر تصرف على كام واحد في البيت وهتقدر تحط كام طفل دول في نفس المستوى ولا واحد هيتعلم أحسن من التاني واحد هياكل أحسن من التاني الموضوع في إيدينا إحنا في الآخر مليون نسمة في 275 يوم رقم يخد الصلاة يعني حتى لو مرتب مكافي يا حسام مرتبك هيزيد ولسه بتخلف كبان مش هتحس بالزيادة في المرتب ده ولا هتقدر حتى أن انت تعيش أسرتك في مستوى يعني لائق وده اللي بنتكلم في الدولة بتعمل مشروعات كتير جدا وبتحاول أنها تبني نفسها وتقف على رجليها لكن مع هذا النمط في الزيادة السكانية مش هنحس بمردود هذه المشروعات بأي شكل من الأشكال هيبقى صعبة جدا لو هنتكلم على اللي الدولة عملته في محاولة منها لتنظيم الأسرة خلينا نشوف مثلا مع بعض أولا في تشريعات وعقوبات لختان الإناث والزواج المبكر للفتيات وعمالة الأطفال وشفنا مشروعات لتمكين المرأة عشان تنزل وتشتغل ويبقى ما بقاش كل وظيفتها إنها بس تخلف عشان في بعض الأسر للأسف بتستخدم الأولاد كوسيلة لزيادة الدخل ودي كارثة بشكل كبير يعني الحقيقة الموضوع ده صعب جدا ومش بسيط تماما نقول يعني اتنين كفاية ودي الحاملة اللي أطلقتها مصر اتنين كفاية عشان تقدر تربيهم حتى لو ربنا كارمك وربنا فاتح على حضرتك برضو محدش يضمن الظروف وفي نفس الوقت أنت بتخلف فلاد عشان تكرمهم عشان تعلمهم تعليم صح عشان تعرف تعالجهم لو نقدر الله حصل حاجة هي دي يعني خلينا نقول هي دي أساسيات الحياة الكريمة لكن لما خلف كتير قوي وأنا مواردي مش هتقدر أن هي تكفي هذه الأسرة بالشكل اللائق والملائم أعتقد أن ده هيسبب مشكلة كبيرة أكتر من أنه هو استمتاع بالأطفال وبالعسوة